قانون خدمة العالم أو التجنيد الإلزامي يعود إلى الواجهة من جديد لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت سعيها إلى إقراره خلال الدورة النيابية الحالية خاصة إن مشروع القانون صوت عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى البرلمان منتصف العام الماضي فيما أكدت اللجنة العمل على أرسال القانون إلى رئاسة مجلس النواب لعرضه إلى القراءة الأولى من قراءتي للقانون وباعتبار عني من الناس الذين بدأوا في إعداد هذا القانون في عام 2015 كان قانون أعتقد بي جيد جدا ورصين وممكن أن يلبي متطلبات شبابنا ومتطلبات المؤسسة العسكرية القانون بفقرات مهمة جدا يوجد بعض الملاحظات البسيطة سيتم مناقشتها مع الإخوان في وزارة الدفاع وإن شاء الله نصل إلى نتيجة إيجابية بأقرب وقت ممكن وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية فإن أهمية القانون تكمن في تعزيز الانتماء للوطن مشروع القانون ينص على أن تكون الخدمة فرضا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما فيما تدرس اللجنة توفير متطلبات نجاحه من تخصيصات وأبنية يمكن أن تتحقق خلال مدة لا تزيد على عام ونصف العام من إقرار القانون المسودة الأولى مع الزملاء الأخوان في لجهة الأمن والدفاع وأعتبرها شخصيا أنها ضرورة ملحة لتغذية شبابنا بالعقيدة الوطنية وأيضا لهم مميزات بهذا الفقرة للموظفين الدولة تعتبر لهم العلاوة ويرجع لخدمتهم يحتفظ بدرجة الوظيفية وأيضا تضاف باتجاه العلاوة ويحتفظ من عدها وأيضا لموظف دولة هو الأولوية في التعيين مستقبلا ويتحدث نواب عن ضرورة تحقيق توافق سياسي لتمرير قانون خدمة العلم المرحل من الدولتين السابقتين إضافة إلى حاجته لتخصيصات مالية كبيرة وبنى تحتية كمعسكرات ومقرات للوحدات العسكرية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد